السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسميا وحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة فإن ما ما تنهي اتفاقية الجزائر للسلام والمصالحة بسبب تصرفات الجزائر في المؤسسات الأممية وفي قمة مؤسسة الدول عدم الحياز في محاولة تمرير قرارتها بالضمار لمحاولة ابتزازها سياسيا وهو ما لا وهو ما نفته الخارجية الجزائرية منذ أيام وبسبب عجز إجبارها القوات المتمردة الموقعات الاتفاقية لا احترام من خطوات التي تلزمها نزاء نزع السلاح مثلا بل وفتحت مكاتب سياسية للمتمردين في الحاصمة الجزائرية من الذين اعترفوا بخيام بأمال إرهابية في مالي وإوارهم لديها ممن تعتبرهم مالي إرهابيين لديها قرارات رسمية فإن مالي خروجها من هذه الاتفاقية قد صدر بيانا بيان أدانة الخطوات الجزائر في مؤسسات الدولية ضد مالي الغير السادقة كما وصفها المتحدث والذكرة ماذا لو فتحت مالي مكاتب سياسية انفصالية القبائل في الجزائر فأكيد أن ذلك لن تسير الجزائر وبيانا تاني حول الخروج التام والسرع من الاتفاقية مما يعني نهايتها وإلى الأبد كان هذا آخر مستجدات هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله